في هذه المعركة ظهر فارس شجاع من المسلمين أطلق عليه الروم لقب الشيطان عاري الصدر كان هذا الفارس هو ضرار بن الأزور الزراع الأيمن للقائد خالد بن الوليد في أحد فصول المعركة انطلق ضرار لمهاجمة كتيبة كاملة من جيش الروم كان ضرار فارسا شجاعا ومقاتلا قويا لكنه كان أيضا ذكيا أثناء القتال خلع ضرعه لتصبح حركته أخف وأسرع في النهاية قتل ضرار عددا كبيرا من جنود الروم وفر البقية أصيب ضرار في المعركة لكنه تمكن من النجاة